على الرغم من مضي ما يزيد على العامين ونصف العام منذ إعلان انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش إلا أن ما يقرب من مليون عراقي لا يزالون في مخيمات النزوح بحسب تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلك المخيمات التي تفتقر إلى أبسط الاحتياجات المعيشية لسكانها لا خدمات ولا شغول ولا عمل وكل شيء ما يكون في المخيمات نشتغل الشباب مالذي نروح على السليماني كورونا كورونا نروح على المستشفى على المدعيون للمستشفى يقولون كورونا كورونا ومواطننا لا خدماتيش مما كوا الإهمال الحكومي لأوضاع النازحين يبرره المسؤولون بعجز الموازنة تبرير لا يقدم حلا لأناس تركوا منازلهم قصرة قبل سنوات ونظرة حكومية تنتقص من حق مواطنين عراقيين بات الوباء على أبواب مخيماتهم مهددا بكارثة صحية كبرى في هذه المخيمات وبحسب محللين فإن ثم تتدخلات من أحزاب سياسية وجهات أمنية وميليشيات متنفذة من أجل منع عودة النازحين إلى قراهم بزعم ارتباطهم بمسلح تنظيم داعش لذا فإن أبناء النازحين باتوا عرضة للخطف والتغييب خلف قطبان محاكمات لا تتوفر فيها أدنى معايير العدالة أنا سبعة وراء هو هو الواحد أنت شوف الواحد شون خليف داعش أنت تطيرهم مكاني والله والله انفاتر الماياف ما قوي شيء يحضر زرده مخاف عليه والله ما خلت لا يفرح ولا يصرح بس الدراسة مالكة وشو تفاجحت من أخذوه وخذوه قولنا على الصموع 20 سنة حكمه حكومة ما عدر باطلة ما عدر ظلم ولكمشون حكومة وقمتنا بيها لحصوشينا وحط على رأسنا بمقبل خيمة مخيمات النازحين إذن باتت سجنا كبيرة محاطا بالقوات الحكومية أو الميليشيات والنازحون فيها باتوا كأسر الحرب لا كمواطنين شردتهم الحرب ما يشير إلى تعمد الحكومات المتعاقبة إطالة أمد معاناتهم بل ونهب المساعدات الدولية التي يفترض أن تصل إليهم